زيارة غير معلنة وانتهت خلال ثلاث ساعات فقط هكذا كانت زيارة رئيس النظام بشار الأسد إلى إيران التقى خلالها المرشد الأعلى علي خامنئي والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الخامنئي اعتبر أن النظام انتصر على ما اسمها الحرب الدولية وأن النظام ينظر إليه اليوم كقوة وأن معنويات رئيس النظام العالية هي التي كانت من أهم أسباب النصر على حد تعبيره تصريحات خامنئي واستقبال رئيس النظام أو ربما استدعاؤه تأتي عقب تطبيع عدة دول عربية وخارجية وتبريرها لهذه الخطوة بإعادة النظام إلى الحضن العربي خشية تفرد الحضن الإيراني به كما تأتي بعد ساعات من إعلان الاتحاد الأوروبي نفاد صبره حيال المفاوضات الجارية مع الإيرانيين حول الملف النووي الإيراني وتصريح المسؤولين الأوروبيين أنهم لن يتفاوضوا إلى ما لا نهاية مراقبون يفسرون الزيارة المفاجئة بخشية إيران من التقارب بين النظام وبعض الدول الخارجية على حسابها معتمدين أيضا على تصريحات الخامنئي التي قال فيها للأسد بينما يتواصل قادة دول الجوار مع زعماء الكيان الصهيوني ويحتسون القهوة معهم يتظاهر سكان هذه الدول ويرددون شعارات مناهضة للصهيونية كما في يوم القدس هذا هو واقع المنطقة الآن زيارة رئيس النظام لإيران هي الثانية منذ عام 2011 لكنها تأتي في ظل الانسحابات الروسية لصالح الميليشيات الإيرانية في سوريا إضافة إلى التوتر الإسرائيلي الروسي بسبب ملف أوكرانيا اشتركوا في القناة